السلام عليكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كنتمنى لكم إن شاء الله عاشر مباركة مسعودة الدخول عليكم وعلينا بصحة والسلامة وبكل ما كنتمنوا وفي تحضيرات ديال العيد ضروري ما كنحضروا خبيزات يا إما في صباح ديال العيد أو كنحضرهم قبل ونحتفظوا بهم فغنتقسم معكم خبيزات اللي رائعين جدا كي يجيوا محمرين ابنانين شهوة منهم والأهم كيبقوا الفترة طويلة محافظين على الرطوبية ديالهم ولها شاشة كنتمنى إن شاء الله تتبعهم معايا سنحتاج 500 جرام ديال الدقيق ما يعادل جوج ديال الزلايف مملوئين دعبرتوا بالكاس ستوضعوا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الدقيق النوعية الرطبة الخاصة بالحلوية المهم تكون نوعية جيدة سنوضع كاس ديال الفينو ما يعادل 110 جرام الفينو أي السميد ناعم جدا أخوات اللي بغاوا يستبدلوا الساميد أو الفينو تبدله بسميدة العادية اللي كان عملو بها الحرشة أي الساميد المتوسط أو لا بالفرص الحرش وضعت معلقة ديال الحليب بودرة اللي ممكن تعودوه تنقصو نصف كاس من الماء وتعودوه بنصف كاس من الحليب ملعقة من السكر اللي ممكن تعودوها بمعلقة ديال العسل سنخلطو النواشف جيدا ثم سنوضعو 10 غرام من خميرة الحلويات ما يعادل ملعقة صغيرة مملوئة بشكل جيد من الخميرة الفورية أو تقدروا تديرو الخميرة معجونة سنخلطو تخليطة أخرى خفيفة ملعقة صغيرة غير مملوئة من الملح أو رشة من الملح وغادي نجمعوه ان شاء الله بالماء الدافئ إذا كالجو بارد مثلا اشتو هاد الفيديو كالجو بارد قد ديرو الماء شوية سخون بش العجينة ديالكم ضغية كتختامر وكتجيزوينة الحال ده بحاليا سخون كتعجنو بالماء دافئ بحاليا كنعجنو الخبز ديالنا العادي صافي كنجمعو العجينة ديالنا بالماء بالتدريج اللي ما غاديش يدير الحالي ببودرة فهنا غادي يكون عندكم واحد نصف كاس ديال الحليب غادي تخلطهم على الموت عجنو به الكمية ديال الماء اللي غاديت عجنو بيها هي الجوش كؤوس ونصف مايو عادل تقريبا 400 قرام 400 عفوا ميلي لتر فانا اخديت نصف لتر و بقاتلي منها 100 ميلي لتر كان عجل العجينة وكان دلكها غير هكا وخغيب واحد يد كان هكا كان نخدمها مزيان اخواتلي كيتوفروا على العجانة فعجنو في العجانة وتبعو نفس المراحل كان دي العجينة ديالي ونجمعها ونجيبها حتى يعني حتى كتجمع لي رأسها وما كتبقاش تلتسق باليد وهنا غادي ناخد الزيت تقريبا جوش معالك كبار فوريتكم المال اللي بقاتلي بقاتلي 100 ميلي لتر من نصف لتر كان اخوذ جوش معالك ديال زيت وغادي نحاول ندخلهم في هاد العجينة العجينة كتكون بقاوام عجينة لمسمن اني واحد العجينة اللي مدلوكها مزيان وما كتلتسقش باليد انا عملت زيت ناباتي تقدروا تديروا زيت الزيتون في هاد الاخر فذاك الزيت ديك جوش معالك كندخلوهم مزيان يعني في العجينة وكنت ديو العجينة ونجيبوها بهاد الشكل كندلكوها غير بالكف ديالنا اذا كنتو كتتوفروا العجينة فغات يعني غددلكو العجينة هكدك يعني في العجينة اخوات لي ما يقدوش هكا يدلكوها بالكف ديالهم فقبل ما تدعنوها بالزيت غطيوها واحد ثلاثة ديال دقايق ببلاستيك ومن بعد غير رجعو عملوا لدك جوش معالك ديال الزيت وجمعوا العجينة ديالكم وعودوا وغطيوها بالبلاستيك سافي العجينة ديالنا هدا هو القوام ديالها بحل العجينة ديال المسمن مخدومة مزيان دابا غادي نجمعها بهات الشكل وغادي ندهنها بشوية ديال الزيت ونغطيها بالبلاستيك وبمنديل ونخليها حتى يتضعف الحجم ديالها بعد مما كيتضعف الحجم ديال العجينة ديالنا كتصبح بهات الشكل تماما انا ما خليتها بالزيت ما بين 10 و 15 دقيقة وضعتها هكا في هاد المكان وكتضار بش مش يعني المكان شوية سخون ففي ساة كيتضعف الحجم ديالها فغادي نحاول نعود نجمعها بهات الشكل والعجين ديالنا ما شاء الله كله فوقاعات يو حد العجينة اللي غزالة بزف وما كتلتسقش باليد ما غاديش نفرغوها بزف غير هاكا نعود نفرغوها من الهوائي واحد شوية وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نشكلوها كويرات فانا عبرت هاد العجينة ديالي لقيت فيها كيلو ومئة جرام يعني باش غادي نقسم العجينة ديالي ل 11 خبيزة بقياس مئة جرام في الكويرا بطبيعة الحل تقدروا تقسمو عينكم ميزانكم تقدروا تشكلو بها بعض ديال الخبزة اللي كبارين كما ممكن تشكلو خبيزة اللي صغير وورين يعني القياس ديال 50 جرام عندكم الاختيار فانا غادي نشكل مئة جرام في الخبيزة واستعملت الميزان اللي كيبقى يعني غير عينكم ميزانكم وتجيبوهم وما هادوك يعني ماشي ماشي ضروري الميزان في الاخوات اللي كيخطبوا المخابيز او اللي بغوا هكا خبيزة مقادين فعملوا الميزان فالقياص اللي اعطيتكم انا عملت مئة جرام ولكن غير عجين نقسموها على 11 ديال الخبيزات او لعشرة كيجيو خبيزات مقادين زوينين من بعد كندوزو داك القيطع ديال العجين اللي قسمناه كنلولبوهم او لكن شكلوهم مزيان هكا باي طريق انتم ما كتشكلو انا يعني هكا كنحاول نكورهم مزيان مشي جيني شكيل ديالهم مقاد والعجينة كتساعد بزاف لانه هي ما كتلتسقش في حالة بغيتو هكا ترشو شوية سطح العمل بالدقيق ممكن ولكن راه ما كتلتسق متاشي حاجة عجينة اللي رائعة جدا بغيتو تديرو الدقيق ديرو انا عملت لكم شوية بش تشوف يعني اخوات اللي بغاوا يعملو الدقيق بالخصوص المبتدئة يعني قدرو يبغيو يديرو الدقيق فو خدديرو يغي ما تكتروشي باش ما تجيكمش الخبز ديالكم بايضة على لوجه سافيك انقض الخبيزة ديالي او للكوة يرتب هات الشكل كنلولبوهم كاملين او لكنكوروهم كاملين بنفس الشكل وانتو ما كديرو هاد المرحلة فالعاجين كلو كتسمعو كيعمل ديك طاق طاق دك ديك الفوقعات اللي في العاجين وهاد الفوقعات كيدلو على الناجح ديال العاجين وان الخبز ديالكم او لمثلا القروس او لأي حاجة عملتو بذك العاجين اللي يكون هكا مملوء بالفوقعات فكونوا متأكدين غديجيكم عاجي من داخل ومفش فش واسفنجي من بعد ما كورت الكويرات كلهم وقديتهم كنعاودو نخليهم يرتاحوا غير واحد جوج ديال دقيق فالأولى كتكون ماشاء الله رتاحت كنك نخليو ماكا واحد جوج حتى الثلاثة ديال دقيق هكا مغطين بالبلاستيك وعلى ما كنوجدو هكا السينيات اللي نعملو فيهم الخبز ديالنا كنعمل سميدة هكا في واحد تبصيل وكندوز كنبدا من أول وحدة وأنا غادة فغادي نحتاجو السميدة المتوسطة قدروا تديرو الفينو او لا تقدروا تديرو السميدة البيضة اللي متوفرين عليها كندوز الخبزة ديالي في داك السميدة وكندغط بالأيادي ديالي بحل كنقرس بالأصبع ديالي ومن بعد كنستعين بالدلك باش كتجيني الخبز نفس العلو وكيساعدنا بزاف الدلك لكن ليه ما بغتش تعمل دلك تعمل غلية ديالها وهنا العلو ديال الخبزة وكنتو مكت تحكموش تبغيوهم يكونوا غلاضين ولا رقع فكنديرو السميدة عملتها فتبصيل بحل هكا وكندر داك الخبزات باش يعني قلبهم من جوجيهات باش تبتلي السميدة فيهم ومن بعد كنقرس شوية بيدي وكننقرس عليهم بالدلك فكيف ما موضح في الفيديو فكندير هاد الكوه يراب هاد شاك نضغط جيدا بالأيادي ديالي باش داك السميدة كتبصيل في الفيديو وما كتبقاش يمزل عنا في الصينية ومنين نجيونا كل ذاك الخبز كيبقى هكا ذاك السميدة كتبت هكا يعني كتبطح لنا اني هاد طريقة هادي السميدة كتبت مزيان وصاف الخبز ديالنا غيك يتغلف هكا بسميدة يعني ذاك السميدة مكتبقاش عالقة باش تطيح صافيك نقضهم في الصينية الطاوت اما ترشوهم بالدقيق او ليكون فرش فيهم الورق نستمر بنفس الكيفية نكمل الوحدات كلهم خبزة ديالنا كننغطيهم نخليهم يختامروا كتغطيهم ببلاستيك او لا بمنديل حتى كي تضعف الحجم ديالهم ورا ما كياخدوش وقت طويل فيه ساكي يختامروا غير تبعوه كل مراحل يعني العجينة متبردوهاش يعني العجينة المدعوه جنوبه دافي وحتلنا في دليتكم في المطبخ باش تكونوا تتشكلو الخبز تيالكم سدوها باش الخبز ما كيبردش سوف ندير معاكم انا جوش طورق في الطياب الخبز الاول كيف ما اختامر كندخله الفران الفران مسخن مزيان من قبل شعلته من فوق ومن تحت اعلى ميتين وخمسين دراجه منين غادي تشوفوا الخبز تحمار مثلا مع الواجه وتحمار من الاسفل بقى لكم مثلا غيمشي جوين بات غتحبطوا شوية الحرارة لديك ميتين ميت وثمانين وكتبقوا تدوروا الخبزة ديالكم حتى كيتحمروا بهات الشكل الصينيات الثانية اللي بغيتوها تجيكم بحال الخبز المخابز ديك فيها ديك تقرمي شم على الوجه ومحمرة كتدهنوها او لا كترشوها بالماء فهدا سير خطير كيجيب الخبز وانا قصدت انا ندير لكم جوش كيلة تم ما تختاروا اللي بغيتو فخرجت الصينيات اللولة ودخلت الصينيات الثانية اللي دهنتها بالماء فصينيات اللولة كتشوفوا السميدة كتجيها كباينة خبزة مدهبين والصينيات الثانية اللي كان دهنو بالماء كتجي محمرة هنا عندكم الاختيار واش بغيتو ماء كحامرين بزاف اولي يجيكم بحال شكل تانية اللول راتين اللولة رام حمرة نغي الكاميرا مع داتهم ش حقهم ولكن يعني غير دك السميدة كتبقى باينة على الوجه الخبزة اللي كان دهنو اولا تقدروا ترشوهم بالبخخ كيجيو محمرين فيهم واحد قرمشة من الفوق بحال يال ما خابث ولكن بجوج كيجيو رائعين جدا بطبيعة الحال غدينقسمهم معاكم تشوفوا كيف كيجيو اسفنجيين من الداخل وغدين في اخر الفيديو غدينوريكم حتى الغدليه كيف كيصبحوا فهنا كنقسمهم معاكم بعد ما بردوا يعني طيبتم وبردوا كيكونوا بها تشكيجو خبيزات اللي اسفنجيين من داخل والرائحة ديال الخبز الشاهية خبيزات يعني هاو ما كنقربوا ملكم بش تشوفوا نفس الخبيزات غير الثانيين اذا بغيت يجوكم بهذا الحميرات كتدهنهم بالماء كترشوا بالبخخ يعني داك الماء كيخلي داك الخبز يجي فيه واحد حميرة غزالة فهكا كيجي الخبيزات ديالنا من داخل كيجي وماشاء الله خفافين بزف اسفنجيين والاهم ان هاد الخبيزات محضرين هون بلزبدة وبمكونات اللي اشتوا معي بسات وكيجو خبيزات اللي كي يحمقوا فحل الريشة وبنانين بزف هاد الخبيزة تديروهم كصندويشات وديروهم هكا مع اي حاجة كيجي وغزالين فش يكونوا عندكم العراء يديرو هاد الخبيزة ترا يحمروا لكم وجهكم فغا تلاحظوا ان الخبيزات الثانيين جوني رقاقين حيط الصينية كانت شوية كبيرة وضغطت عليهم جيدا باش جوني هكا ارقاقين شي شوية على اللولين ولكن تقريبا بحل بحل يعني نفس القياس وهنا اليوم الموالي قلت ضروري يقسمهم معكم احنا باتوا بلا تلاجة فقط جمعهم في البلاستيك وهدو هم الربع اللي بقوا ما شاء الله راهد الخبيزات خفافين وكيتكالوا وبنان تاكلوهم غيب بوحدهم كيجيو كيحمقوا فهكدا كيصبحوا الخبيزات ما كيتفتو ما كيتفرتوشي او تقولوا باردرة كيبقوا اسفنجيين وهنا قتلكم يعني بيتين عندي غرف ميكاب لا تلاجة بلاوالو وما مسخنين متاشي حاجة شوفوا كيف كيصبحوا غزالين بزاف كانت من اخواتي هاد الخبيزة يكونوا عجبوكم وجربوهم بعينكم غمضين حتى الاخوات اللي عملوهم هاكا للبيع فصدقوني رائعين جدا 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 وبحال هاكا كنجمعهم في البلاستيك اذا عملتو كمية كتيرة وضعوهم في المجمد المجمد غير هو جمعوهم وهو ما بقينش شوية دافين باش منين كتجبدوهم كيرجعو تريين فهذه هما الخبيزات اللي تقسمت معاكم كانت من ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم فمتأكد ان شاء الله ما غداش ترجعو تستغنوا على هاد العاجل وهاد المكونات ديال هاد الخبز سهلا وليفرسكم استودعوكم والله